اشتركوا في القناة الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير نحن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم القرآني في رحاب سورة وهذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج التي نتحدث فيها أو نكمل الحديث فيها فيما يتعلق بسورة النمل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإعطاء شيء من حقها وباسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة شيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي حياك الله يا دكتور في هذه الحلقة الجديدة حياكم الله وبركات الله فيكم إخواني تصلنا رسائلكم ويصلنا البريد الإلكتروني لكم بشكل منضبط وإن كنا لا نرد عليكم فهذا لا يعني أن الرسائل لا تصل وإنما تصل وسوف نخصص لها حلقة إن شاء الله بعد نهاية سورة النمل كعادتنا بعد نهاية كل سورة نخصص إن شاء الله حلقة لإستفساراتكم فنحن نجمعها وإن شاء الله بعد الانتهاء من سورة النمل سوف نجيب عليها كاملة وبريد البرنامج الإلكتروني ظاهر على الشاشة frs.smc.ae في رحاب صورة frs.smc.ae ونتمنى أن تكون الأسئلة متعلقة بسورة النمل قدر المستطاع وإن لم يكن فمفتوحة فلا بأس في ذلك إن شاء الله دكتور توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وأذكر حينها سألتك سؤالا ولكن الوقت أدركنا وأرجعنا إجابته إلى هذه الحلقة قلت بأن الله سبحانه وتعالى في بداية السورة تحدث عن القرآن فقال طاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمن حتى وصلنا إلى هذه الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون عاد الحديث مرة أخرى كما بدأ عن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كما تفضلت سورة النملي من مواضعها ومن محاورها الحديث عن القرآن الكريم صحيح كأخواتها طاصين طاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين والشعراء التي رأيناها طاصين من تلك آيات الكتاب المبين وسوف تأتي سورة القصص أيضا على الشاكلة نفسها في بدايتها هنا الآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هذه الجملة أو هذه الآية لها سبب ورود سبب ورودها إن هذا القرآن يقص الحق على بني إسرائيل ويقص الحق على البشر أجمعين صح؟ ليس على بني إسرائيل فقط نحن قبل في إحدى الحلقات السابقة وفي الآيات السابقة ورد قول المشركين يتحدثون عن القرآن إن هذا إلا أساطير الأولين فهذه الآية رد على قول المشركين أساطير الأولين قال لا القرآن حق وبما أنه حق هو يقص على بني إسرائيل الحق جيد لماذا ذكر بني إسرائيل هنا؟ قصة سليمان من قصص بني إسرائيل ولكن للأسف في توراتهم وفي كتب أولوها وحرفوها وزادوا فيها وأنقصوا جميل وفيها كثير من التحريفات والتزييفات حتى إنهم في يقول المفسر في كتاب الملوك يعني يذكرون قصة بلقيس إلى سليمان ولكن يقولون جاءت طائعة لأنها سمعت بملك سليمان وطائعة دخلت في ملكه ثم قفلت راجعة إلى اليمن هذا كلام غير دقيق القرآن يقص الحق والله لو لم تعلم أنه نبي مرسل وأنه ملك ليس كبقية الملوك ولو لم تصلها رسالته التي يدعوها فيها إلى الإسلام ما جاءته طائعة واضح؟ فللأسف في كتبهم كثير من الاختلافات اختلفوا في العزير اختلفوا في عيسى عليه السلام فالقرآن يقص عليهم ما هم فيه مختلفون وما يراه مناسبا للمسلمين وهذا الذي ينبغي أن نفهم ومن المعقول أحدهم يقول من المعقول أن كتبهم تتحدث عن ذهاب ملكة بلقيس إلى سليمان وعودتها دون أن يدعوها إلى الإسلام ما وظيفة نبي إن لم يدعو الخلق إلى الإسلام وإلى التوحيد هو وظيفته الأولى الدعوة جميل جدا لم يذكر هذا في كتاب الملوك ولا كتاب التي فيها قصص سليمان بينما القرآن قص الحق سليمان نبي وملك ودعا إلى التوحيد وسمعت به بلقيس ووصلتها رسالته وجاءت طائعة وكتب الله لها الخير هذا طبعا الحديث عن القرآن الكريم نعم هناك الحديث عن كتبهم التي حرفوها التوراة الأنجيل وغير ذلك لكن حتى كتب المفسرين عندنا زادوا كثيرا في قصة سليمان مع بلقيس زادوا كثيرا مما حمل من الإسرائيليات جميل الإسرائيليات موجودة بدأت من زمن كعب الأحبار كما يقولون ورووا كثيرا من القصص قديما كان المفسرون مثل الخازن والثعلبي وكذا يرون القصص المشوقة نحن كلما استنار العقل الإسلامي والبحث الصحيح خلاص لا نستريح إلى تلك لذلك نحن في برنامجنا كما أنت شاهد لا نستعرض هذه المساعدة والمشاهد الكريم شاهد لا نتعرض إلى القصص المشبوهة أو القصص أو حتى الأحاديث التي في سندها كلام إنما نقف عند جمالية النظم نبينها وخصائص الصور والتحقيق التاريخي يثبت ما ثبت يعني مثلا أضرب مثال على هذا الأمر أحد الدكاتر الفضلاء الأجلاء في الحقيقة قال لي استغربت كثيرا حينما تحدثتم عن قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد أو بالقيس وقول الله سبحانه وتعالى لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه فقال لم تتحدثوا عن نوع العذاب هذا فهو يقول أنني قرأت أن العذاب هو أن نبي الله سليمان سوف يأخذ هذا الهدهد ويجعله في غير ملته أو في غير جنسه فهذا من العذاب وقال ذكر ذلك بعض المفسرين فهذه من المسائل التي غيمية لا نستطيع أن نرتاح إلى واحدة منها ولم يذكرها القرآن ولم يذكرها أنا شخصيا قرأت لا أعذبنه بنتفريشه لا أعذبنه بالتفريق بينه وبين إلفه كثير لكن لا نذكر هذا لأنه لا يترجح لدينا فبرك الله بك إنما نقف عند منطوق الآيات ومفهومها الواضح فإذا هذه من المسائل التي اختلف فيها بنو إسرائيل جميل وما رآه وما هو حق قصه الله علينا وما فيه منفعة للمسلمين وللمخاطبين جاء ذكره في القرآن الكريم طيب الله سبحانه وتعالى قال في مطلع السورة هدى وبشرى للمؤمنين وهنا يقول وإنه لهدى ورحمة طبعا للمؤمنين هذا من تكملة وظائف القرآن الكريم القرآن هدى والقرآن بشرى والقرآن رحمة والقرآن ذكرى وظائف القرآن كثيرة والرحمة بشرى نعم بشرى بارك الله بك هو في البداية بشرى هدى وبشرى للمؤمنين الذين يفعلون كذا وكذا وكذا ذكرناها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لغا ذلك صحيح ويؤمنون بالآخرة هنا قال هو هدى يهديهم إلى سواء الصراط إلى السبيل المستقيم ورحمة كيف هو رحمة للمؤمنين والله المؤمن الذي يصدق بالله تعالى ويصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدق بما في القرآن يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة ويكون القرآن رحمة صحيح والرحمة هي الجنة عندما نقول أولئك في إحدى الآيات في رحمة الله خالد أي في الجنة والجنة تمثل رحمة الله سبحانه وتعالى فالقرآن رحمة لأنه يقي المؤمنين من الزيغ والضلال ناس للأسف الشديد نحن المسلمين لا نشعر بما يشعر به الكثير من الذين لدينا لهم أو الذين هم يتمرغون في بعض المذاهب الخطأ في الغرب وفي الشرق وبالتالي يأشون خواءا إيمانيا عظيما وينتحرون ويفعلون المؤمن مرتاح لماذا؟ هذه رحمة رحمة الإطمئنان لما بين يديك من الحق واضح بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العلي طيب ما علاقة الحديث عن القضاء جيد والحكم في هذه السورة؟ جيد احنا قلنا قبل لما قال وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَآبَأُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونِ لَغَيْرَ ذَلِكَ صحيح المشركون الذين خوطبوا بالقرآن الكريم هل كانوا يؤمنون بالقرآن؟ لا كانوا يعارضون بني إسرائيل ما هو موقفهم من القرآن الذي جاءهم بالحق ويخالف كتبهم يعارضون ويطعنون إلى حد الآن صحيح المؤمنون ما موقفهم من القرآن؟ يصدقون حتى الله سبحانه وتعالى لعله في سورة الصف حينما قال وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُّبِينَ بَرَكَ لَهُمْ هم تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم في كتبهم رسوله من بعد يأتي اسمه أحمد نعم فلما جاءهم بالبينات لما جاء القرآن قالوا هَذَا سِحْرُ مُّبِينَ جميل إذن موقف أهل الكتاب أنهم طعنوا في القرآن ورفضوا صحيح موقف المشركين قبول القرآن أم رفضه؟ رفضه رفضه موقف المؤمنين قبول قبول القرآن وتصديقه صحيح الذين طرفان اثنان طرف المشركين وأهل الكتاب وأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالكتاب جميل وطرف المؤمنين المصدقين صحيح إن الله يقضي بينهم يوم القيامة بحكم بين هذان الفريقان جميل جدا أو بين هذين الفريقين بين هذين الفريقين عندما تحدث إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعد الحق الذي يختلفون فيه ذكر إن ربك يا محمد كلمة ربك فيها تأنيس ومواساة إن ربك يا محمد يا من أنزل عليك القرآن يقضي بينك كلمة القضاء في اللغة تعني هل يذهب إلى القضاء اثنان متوافقا أبدا يذهب إلى القضاء من كان مختلفين فالقضاء يفصل بينهما جميل جدا هنا كلمة يقضي تدل على مختلفين في القرآن خصمان ثمة خصمان صح خصم المشركين وخصم أهل الكتاب الذين يطعنون وخصموا والطرف الثاني المصدق وهم المؤمنون إذن إن ربك يا محمد لا تقلق فأن القرآن يقول لا تقلق ويثبته يقضي بين الطاعنين في القرآن وبين المصدقين ولم يقل إن الله يقضي ربك هذه كلمة ربك تطمئنه بأن القضاء سيرضيك ويرضي أمتك سينصفك سينصفك وينصف الحق وينصف الأمة الإسلامية والبينية أيضا لابد أن نتوقف عند فهم القرآن عند كل كلمة يقضي بين البينية بينما تكون أنت الآن بيني وبينك بين طرفين فدائما القضاء والبينية تدعونا نفهم أن ثمة طرفين صحيح يقضي بينهم بحكمه أي بعدله طب العلماء توقفوا يقضي بحكمه كأنه يحكم بحكمه هل هذا تكرار؟ لا يقضي بحكمه أصلها بعدله لأن الله يحكم بالعدل أي وحدة غيرهم قال يقضي بينهم بحكمته الحكم في القرآن ورد أيضا بمعنى الحكمة عندما قال جل جلاله في سورة مريم وآتيناه الحكم صبية متحدثا عن عن عيسى عليه السلام عن عيسى أو هنا متحدثا عن زكريا عن يحيا بارك الله فيك عن يحيا قال وآتيناه الحكم صبية هل أته الحكم بمعنى الملك والسلطان؟ الحكمة الحكمة إذن كلمة الحكم تأني بمعنى الحكم والسلطان وتأتي بمعنى الحكمة هنا يقضي بينهم بحكمته حكمته تقتضي أنه ينصف الحق وينصف القرآن وهو العزيز العليم العزيز الغالب فلا يفوته فلا يفوته الذين يطعنون ويحاسبهم وهو عليم بدقائق عليم لا يفوته الحكم الصحيح صوار انظر إلى التعليق هذا التذييل دائما يتوافق مع صدر الجملة يحكم والذي يحكم ينبغي أن يقص عزيزا عليما نحن الآن في العصر الحديث لما نقول القاضي يقضي لابد من قوة قضائية صح؟ قوة قضائية تؤمر قوة تنفيذية و لابد أن يكون عليما عالما بالحكم وإلا كيف يقضي لذلك قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عليم أيضا فمن تجعله الآن يقوم و يسوس خزائن الدولة و خزائن الولاية أو كذا لابد أن يكون حفيظا و عليما لابد هذه من الصفات طيب الله سبحانه وتعالى ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا تنظر إلى ما يقولون لا تنظر إلى عدم إيمانهم بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا تنظر على ما قالوا سابقا أن هذا أساطير الأولين و غير ذلك فتوكل على الله الذي يدل على هذا الكلام الذي جئت به أستاذ محمد هو الفاء التفريعية الفاء تفرع عن السباب بما أن الله يقضي وهو العدل الحكم العدل بينهم بحكمه و بعدله وهو العزيز والغلاب والقاهر العليم بكل دقائق الأمور فلا تذهب نفسك عليهم حصارات يا محمد من هذا الباب ولا تبالي بشأنهم وتوكل على الله فتوكل على الله نعم أقرأ لي بعدها فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين تعليل اطمئن على ما أنت عليه إنك على الحق لا تبالي بكفرهم و شركهم و طعنهم إنك على الحق هذه كلمة تثبت وهذه كما ذكرنا و أي حق المبين المواضح الجليل أحد المفسرين عجبني يقول هذه كلمة لم تلد بحق أي نبي ولا رسول في القرآن يعطي هكذا الضمان أعطاه ضمانا بأنه على الحق بأنه مستأل على الحق يعني متمكن العالم ماذا تفيد؟ الاستعلاء الاستعلاء طبعا استعلاء مجازي إنك على الحق على صراط مبين مستقل فلا تبالي ولا تقلق ولا تذهب نفسك عليهم حصل فالجملة عندما تكون مفصولة وتبدأ بإن غالبا تعلل أنا نقول غالبا أحيانا تفعل شيئا آخر سبحان الله حتى في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضمانة إذا صح التعبير يعني جاءها بصيغة التوكل على الله فما قال له إنك على الحق المبين مباشرة لا توكل على الله أي حينما تتوكل على الله فأنت على الحق المبين جميل جدا وعندما تتوكل على الله لم يقل له هنا على ربك توكل على الله لفظ الجلال الله الأعظم اسم الله الأعظم الذي يجمع جميع أسماء الله وصفاته فأنت مع الله فلا تبالي وإذا كان الله معك فمن غيره يضرك لا تحزن إن الله معنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك نعم بارك الله فيك فتوكل على الله يطمئنه طمأنة كبيرة والتوكل تفعل أسند أمرك لله والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حتى عندما ننام اللهم وجهت وجهي إليك فورت أمري إليك أسندت ظهري إليك كلما التجأت إلى الله كان الله معك نعم ثم قال له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم هذه لا يجب أن نقف عندها لإعتبارات كثيرة هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى جميل فلماذا اختار هذا التشبيه أو هذه الصورة جميل ولا يسمع الصم كذلك الدعاء ولو ولو مدبرين جميل أنا أقول لك شيء قبل أن أشرح ما تقول إنك الثانية أيضا تعلل هو علله بجملتين اثنتين قالت فتوكل على الله إنك على الحق المبين أولا إنك على الحق اثنين إنك لا تسمع الموتى لا تذهب نفسك عليهم حصرات حسرات أولئي موتى لا موتى الأجساء ولا تكفي ضيق مما يمكرون بارك الله هذا تعليل ثاني وإلا لو أتى بها موصولة بالواو كان الأمر يتعلق بتعليل واحد وهذا فيه تثبيت أيضا أولا إنك على الحق نقطة إنك لا تسمع دائما الفصل يؤدي إلى المغايرة أيضا واضح هذا رقم واحد اثنين إنك لا تسمع الموتى عن أي موتى يتحدث عن موتى الحقيقي وإنما لا عن موتى القلوب يعني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الناس موتى وأهل العلم أحياء أهل الإسلام أحياء من يوحد هو الحي أما الإنسان الذي يعني غلف قلبه بالران وبالذنوب والعياذ بالله قلبه لا يفقه ما دوره للقلب السيد محمد أنت تعرف القلب يفقه صح صحيح لمن كان له قلب قلب أو ألقى السمع أو هو شهيد دائما القلب يعقل ويفقه ويدرك صح ولذلك أنت تسمع بالأذن ترى بالعين لكن الذي يحلل هو القلب والعقل قال لهم أذان يسمعون بها و أعين لا يبصرون بها و قلوب لا يفقهون منه ممتاز من هذا الباب أنت جئت على الآية ما شاء الله على المحز هنا قال إنك لا تسمع الموتى فهوّن عليك يا محمد هؤلاء أموات فكأنه يقول اطوي صفحتهم و انطلق في دعوة الآخرين إنك لا تسمع الموتى لو جئنا إلى البلاغة هذه استعارة أستاذ محمد هو المفضل إنك لا تسمع هؤلاء المشركين لا هؤلاء المشركين الذين يشبهون الموتى في عدم إدراك الحق لأنهم لا يدركون بقلوبهم أقرأ لي ولا تسمع الصم دعاء إذا ولوا مدبرين الصم أيضا في كلمة الصم استعارة مصرحة تصريحية شبه عدم سماعهم للحق و للقرآن بأنهم صم واضح الكلام شبه عدد عقلهم و فقههم لما يقال بالصمم إذن استعارة تصريحية ما هي الاستعارة عندما نشبه شيئا بشيء و نذكر إما المشبه به أو نذكر المشبه و نطوي أحد الركني التشبيه الاستعارة رائعة جدا لذلك قل إنك لا تسمع الموتى أصل الكلام لا تسمع المشركين الذين ماتت قلوبهم ولا تسمع الصم ولا تسمع المشركين الذين كالصم أو لا يسمعون ولا يفقهون ما تقول هنا أعجبني يعني كثير من المفسرين رددوا شيء قال جيد ما جدوى ما جدوى وصفهم بالصمم بعد الموت صحيح بالفعل صحيح يعني هو تشبيه الأول يعني يقطع كل شيء بارك الله و فيك أنت عندما تقول فلان ميت خاص تقولي بعد ذلك أصمه ميت الميت أشد أشد صحيح وصفا في ذمه بالموت أكثر من الصم هنا نقول الآية التي جئتني بها رائعة جدا القرآن يتشاكل هنا قال إنك لا تسمع الموتى موتى القلوب ولا تسمع الصم الذين يعرضون عن سماع الإسلام بعد ذلك يقول وما أنت بهذه العم هذه الآية تشبه قوله تعال لهم قلوب لا يفقهون بها ورد في أي صورة هذه الثانية على ما أظن في صورة الأنفال أو سأستحضرها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هنا تحدث عن الجوارح وهنا تحدث عن الصفة أتى بالموت والسمع عدم السمع وعدم الإبصار التشاكل في القرآن فمن هذا القبيل وإلا إذا وصفت إنسان بأنه ميت خلاص ما ينفع أن تصفه بالصم خلاص وهذا كلام جميل ذكره المفسرون سبحان الله لكن لماذا قال إذا ولوا مدبرين هذه أيضا جملة أو هذا فتح باب آخر هو قال وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمة كافي كافي طيب لماذا إذا ولوا مدبرين فما بالك إذا ولوا مدبر هو الأصم عندما يكون مقابلك لا يسمع صحيح فما بالك إذا ولوا مدبران هذا إيغال أنت ذاكر يوما ما ذكرنا الإيغال الإيغال عندما يصل المتكلم إلى المعنى قبل النهاية القافية أو نهاية الكلام المتكلم البليغ يومها ذكرت لك بيت الخنساء وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ الْهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ على رأسه نار في رأسه نار في رأسه نار ممتاز واضح هي تصف أخاها صخرا بأنه أعلم بالناس يقتدون العلم هو الجبل الذي يشاهد من بعيد ممتاز الأعلام ومن آياته الجوالي في البحري كالأعلام كالأعلام الجبال العظيمة إذن وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُوا تَأْتَمُوا يعني تقتدي الهُدَاتُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ انتهى الكلام ومش أي حد يتم به الهُدَات الهُدَات يقتدون به سبحان الله كأنه عَلَمٌ والله المعنى واضح في رأسه نار تتميم يفيد الإيغال الإيغال بمعنى أن يصل المتكلم البلغ إلى ما يريد ويأتي بشيء يتمم المعنى هنا إنك لا تسمع الصم هو أصم إذا كان يقابلك لا يسمع فما بالك إذا ول مدبرا فهو عن السمع أشد إعراضا هذه بلاغة القرآن في آية أضيفها لك يقول أفحكم الجاهدية يبغون ومن أحسن من الله حكما هنا انتهى المعنى هل هناك أحسن من الله حكما فما بالك الحكم إذا كان الحكم موجها لقوم يوقنون ويؤمنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سبحان الله هذه لقوم يوقنون إيغال في البلاغة لأن الله أحسن حكما من كل أحد سواء للذين يقنون أو غير لا يقنون فمن بارك لو كان الحكم لمن يوقن الكلام موجها لمن يوقن عجيم هذا إيغال بارك الله سبحان الله إذا كان الله خير إذن إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ربما يقول قائل يعني الأصم لا يسمع صحيح لكن إذا كان مقبلا ربما يرى تمتمة غير ذلك يرى إشارة لكنه مدبر فهو لا يرى حتى يعني فهو أبعد شيء عن السماء سبحان الله وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون نعم هذه تتمة لأطراف الحديث طرف الحديث في هذه الآية الله جل جلاله يثبت محمدا صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع موت القلوب ولا تسمع ذوي الصم الصم ولا تهدي ولا تهدي العمي حتى تكتمل الصورة كما وصفهم قلنا لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يصيرون بها لهم أذان هنا نقف عند أشياء وما أنت بهذه هنا اختلف التعبير ما قال إنك لا تهدي من عمى نعم من عمية نعم جميل إنك لا تسمع الصم لم يقل له إنك لا تهدي العمي قال وما أنت بهذه جملة إسمية جملة إسمية أوكد وأشد وأدوم دائما جملة إسمية تفيد الديموم أكثر ولو فيها نفي كذلك تأكيدا فيها نفي مؤكد بعدين قال وما أنت بهذه العمي سمهم عمي جيد في قبل آيات لا أدري في إحدى الحلقات ذكرنا قوله تعالى بل الدارك علمهم علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون عمون جمعوا لأعمى صح؟ صحيح لم يقل بل هم منها عمي بل هم منها عمون يعني أشد في العماية وفي العمى واضح؟ صحيح بل هم منها عمون لكن عندما قال له إنك وما أنت بهذه لم يقل له وما أنت بهذه العمين لا وما أنت بهذه العمي 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 لا تستطيع هدايتك فما بالك إذا كانوا عمين قالوا بتلك المعنى أستاذ الحمد يعني عندما وصف الله المشركين الكافرين قالهم بل هم منها عمون أشد عمى هو لو قال بل هم منها عمي يكفي لكن أتى بالمبالغة لشدة وصفهم بالعمى والضلاء هو عمون جمع عمين وهو أشد مبالغة من أعمى جمع عمي العمون هو جمع ذكر سالم صحيح؟ جميل صحيح؟ جمع مذكر سالم بينما العمي جمع تكسير مختلفنا لكن العمي جمع أعمى جمع أعمى وليس جمع عمي أيها وعمون جمع عمين وعمين أشد مبالغة في وصفهم بالعمى صح؟ واضح جميل فلما وصفهم قال بل هم منها بل هم عن الآخرة عمون لكن هنا عندما قال له إنك لا تهدي العمي لم يقل له لا تهدي العمين مثلا لأن العمي لا تهديهم من باب أولى العمين لا تهديهم أكثر واضح؟ واضح جميل جدا أنا سأشرح لك بارك الله القياس اللغوي أن يقول وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تهدي إلا من يؤمن من يؤمن هو عدل إلى السمع لأن السمع وسيلة الهداية السمع نحن جيد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا سمعنا سمعنا توجيهات سمعنا القرآن قرأنا القرآن الآيات النقلية لابد من السمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه من يبصره ومن كان في عهده صح؟ لكن نحن الآن هداية جميع الخلق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بالبصر أم بالسمع؟ مع أن ورد كثيرا في القرآن قل انظروا قل انظروا أنا لا أختلف معك في ذلك فقط هو العلماء كلهم متفقون على أن السمع هو وسيلة إيصار الآيات دعوة دعوة وإيصار الآيات النقلية صحيح حتى يقولون ثمة الآيات العقلية والآيات النقلية النقلية بالسمع تصلنا بالسمع بالكتابة صحيح فهو قال له وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم المقتضى يقول إن تهدي إلا عدل من إن تهدي إلى إن تسمع إلا ليدلنا على أن السمع هو وسيلة إيصار الدعوة إلى جميع الخلق هذه وحدة أعطيك شيء آخر في سورة التوبة وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجيله حتى يسمع يسمع كلام الله كلام الله أنت أسمعه للبشر فقط هم يفكرون هم يعقلون حتى في سورة الجن سمعنا قرآنا نعم أسمعه لهم ولذلك المسلمون اليوم أن نفتح لك قوسين مطالبون بأن يسمعوا صوت القرآن للبشر أنا حزنت كثيرا عندما رأيت في في الإنترنت امرأة كبيرة السن عمرها يعني كان ينهز الثمانين وأسلمت في آخر عمرها وكانت مثقفة وشرح لها الإسلام يعني هداها الله سبحانه وتعالى للإسلام وكانت مع ثلة من المثقفين والباحثين تعرف ماذا قالت لهم أستاذ محا قالت لهم لن نسامحكم أمام الله يا الله طبق من المثقفين الدكاترة لم تسمعون كلام الله لم تسمعون إلى الآن هي أشرفت على الموت والذين يموتون لذلك المسلمون بحاجة إلى أن يعرضوا القرآن عرضا حسنا طيبا جليا بكل اللغات ولذلك هنا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تهدي إن تسمع إلا من يؤمن من كتب الله له الإيمان وله صفة الفرز والتمحيص والتمييز فهم مسلمون طيب لماذا أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وليس فهم مؤمنون فهم مسلمون يعني هو قال إن تسمع إلا من يؤمن لماذا وصف المؤمن بالمسلم المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم إلا أن الإيمان يتعلق بكل ما هو من القلبيات والإسلام يكون ظاهرا فعندما يهديهم الله سبحانه وتعالى يتحول إيمانهم إلى إسلام ظاهر يعني كأنه يريد أن يقول من يؤمن بآياتنا فهو مسلم وهو مسلم وينتقل الإيمان ويظهر على أعماله ما جدوى واحد يقول أنا مؤمن ولا يصلي والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا من هذا القبيل فقط أضيف لك أستاذ محمد هذه الآية جميلة إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبل وما أنت بهدي العمي عن ضلالته تهدي أنا لما أقول في اللغة العربية وأنت سيد العارفين هذا إلى أو هذا لي بدليل إنك لا تهدي من أحبب أو يهدي إلى صراط أقصد فعل هذا يعني يتعلق بشيء يتعدى بإجار مجرور بإلى أو يتعدى باللام في اللغة العربية بجار مجرور بجار مجرور لا وجار مجرور هو إما إلى وإما اللام لا تهديه لي أو تهديه إلى جيد هنا وما أنت بهدي العمي عن ما هذا هنا ضمن الله كلمة الهدى معنى الصرف صرفهم وما أنت بهدي العمي صارفا إياهم عن ضلالتهم وتصرفهم لا 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 تستطيع إلا من كتب الله له الإيمان فهدى هنا ضمن معنى صرف عن سبحان الله انظر إلى إيجازي وعظمة بلاغة القرآن الكريم هذا كلام ذكره اللغويون المفسرون طيب دكتور أستأذنك بفاصل قصير بعد الفاصل سوف أعتقد بأننا سوف ندخل ربما يعني محورا جديدا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من أرضي تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لكن ذلك إن شاء الله بعد الفاصل أعزائي فاصل قصير بعده نعود لمتابعة برنامج فيرحاب صورة والحديث في صورة أنما أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا حياكم الله من جديد لازلنا معكم في رحاب سورة النمر من كتاب الله جل في علاه ويقول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَتِنَا لَا يُقِنُونَ ما علاقة هذه الآية بأول شيء محور الصورة و موضوعات الصورة ثم ما علاقتها بما سبقها من موضوع بارك الله فيك هو أولا صورة النملي تحدثت عن محور العلم تحدثت عن محور الآخرة الإيمان بالآخرة و ليس الإيمان اليقين بالآخرة صح و عندما تقرب يعني يقرب و يعني يحين يوم القيامة له علامات كما تعرف صحيح ذكرت بعضها ذكر في القرآن الكريم وبعضها ذكر في السنة النبوية الصحيحة صحيح هنا خروج يأجوج ومأجوج و الدخان و الدابة و طلع الشمس من مغربها كما تعرف فهنا جاء موعد ذكر إحدى العلامات مناسبة التي تربطها نحن ذكرناها من باب التذكير فقط صورة النملي حفلت بذكر عدد من عوالم الحيوانات صحيح منها عالم الطير عالم النمل و الحشرات عالم الزواحف الجن عالم الجن عالم ناقة صالح الأنعام هنا حسن ذكر العلامة التي ستكون قبيل يوم القيامة إخراج دابة من الأرض و ذكرت في مواضع أخرى لا لم تذكر لم تذكر لا بداً بصراحة أو تعريضاً لا 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 الآية الدابة هنا فقط فقط و يأجوج و مأجوج في الكهف في الكهف و في الأنبياء صحيح و هكذا هذه مناسبة مناسبة رقم اثنين و إذا وقع القول عليهم أي قول مفصل و إذا حق عليهم العذاب و إذا وجب العذاب عليهم لكن هذا كلام صحيح و إذا وقع القول القول الذي سبق ألم يكونوا يستعجلون فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين صحيح صحيح قل عسى أن يقلهم لا تستعجلوا قل عسى أن يكون رضيف لكم عسى أن يكون قارب لكم بعده قال و إذا وقع القول استعجالهم بالعذاب و إذا القول هنا و إذا وقع قولهم فهنا القول معرف بالألف و اللام هل التعريف للجنس لا ألف و اللام للعهد المعهود ألف و اللام المعهودة التي ذكرت قبل قليل جميل إذن الألف و اللام لتعريف العهد عن أي قول يتحدث عن قولهم فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين قال و إذا وقع القول و حل وقرب وقوع العذاب ماذا يفعل الله جل جل أخرج لهم دابة أخرجنا بنون العظمة دابة من الأرض علامة من علامات الكبرى وضح تكلمهم انظر معي وسأعطيق بعض اللفتات هنا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أنها المفسرة أن مؤكدة ومصدرية يفترض أن المفسرة الأستاذ محمد التي تكون أن أوحينا إليه أن أوصيناه أن واضح؟ طيب هو دائما بعد الكلام أو بعد القول تكون مكسورة جميل جدا يعني إنها مفروض ثمة قراءات وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم نقطتين إن الناس كانوا رواية ورسو ورواية قراءة آخرين على اعتبار أنه بعد القول تأتي همزة إنها مكسورة جميل جدا هو جملة استئنافية يعني تؤكد المضمون الآتي صحيح إن الناس تعلل لماذا أخرجت لهم يا رب دابة إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون جميل أن تصبوا بنفس الغرض نقرأها من جديد وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا هنا باع السببية محذوفة وتفيد التعليل أيضا هذا ذكره العلماء في اتفاق فالقراءتان تتكاملان سواء كانت إن الناس استئنافة يعني إنها مكسورة تعلل أو أن المفتوحة هي وما بعدها مجرورة بباء محذوفة السببية السببية أنت تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون جيد السؤال لماذا تكلمهم تكلمهم لأنهم للأسف انحطوا من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية فبالتالي بعث لهم شيئا من جنسهم بارك الله إلى صحة تعذية نعم هذا نكتة ولفتة رائعة يذكرها المفسرون أنا نقرأ عند الإمام الرازي عند الزمخشلي عند طهر بن عاش وعند الجميع هؤلاء لم يستحقوا أن يستمعوا كلام الله من فم أطهر البشر لذلك قال الله الذي يربط إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء بما أنكم لم تستمعوا لخير مرسل فاستمعوا لهذه فاستمعوا للدابة تكلمكم وابحا وتكلمكم وتوبخكم لماذا؟ لأنكم كنتم بآياتنا لا توقن وأي نوع من التوبيخ هذا أن يؤتى بدابة هي ليس من جنسكم تحدثكم وتخاطبكم لأنكم لم تستمعوا لكلام الأنبياء هذا هو المرسلين وهذا هو يعني ارتباط النظم وأستاذ محمد أنظر أيضا إن الناس وأن الناس كانوا بآياتنا لم يقل هم يجحدون لماذا لم يقل أن الناس كانوا بآياتنا يكذبون يجحدون لا أنتم تكذبون وأنتم كنتم تجحدون وكان المفترض أنكم لا تؤمنون فقط توقنون بالقرآن وتوقنون بالحق فعبر بعكس ما هم عليه واضح سري أن الناس كانوا بآياتنا يجحدون لا كانوا بآياتنا يجحدون وكان المتوقع منهم أن يوقنوا بالقرآن وبالآيات ففردتم في الوظيفة المناطبكم المناطبكم عفوا فلذلك كنتم جديرين أن تكلمكم دابة يخرجها الله من الأرض طيب هذه الجملة أن الناس أو إن الناس كانوا بآياتنا هذه جملة المقول لا هذه جملة إما أن نقول بأن هي مجرورة بالباء المحذوفة نعم تكلمهم يعني في كلا الحالتين لا تنسبوا للدابة لا لا هذا كلام الله سبحانه وتعالى بعضهم قال ذلك لكن كلام بعيد لأن إذا كان كلام الدابة فلماذا قالت كانوا بآياتنا لا لا ولله سبحانه وتعالى بارك الله فيك وفي كل القراءتين كلتا القراءتين بإن المكسورة وأن المفتوحة تصب في معنى التعليل تعليل ولو جئنا بالباء قلنا مجرورة يعني المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالباء المحذوفة هذا المحذوفة هكذا يقول كانوا بآياتنا لا يوقنون نعم طيب لماذا لم يقل كانوا بآياتنا يكذبون نعم هذا الذي يعني قلت لك قبل قليل يعني لو قال يكذبون وصفهم كان المفترض لا يكذب كان المفترض أن يؤمنوا وأن يوقنوا فأتى بصفة ما هم عليه من النقيض سبحان الله نعم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني كان المفترض منهم وكان المطلوب أن يوقنوا بآيات الله وبعدين أستاذ محمد وإذا وقع القول عليهم هذه آية عظيمة من آيات يوم القيامة نحن في الحقيقة نقف عندما ورد في القرآن وعند السنة الصحية وردت أحاديث في هذا الموضوع وردت أحاديث كثيرة أستاذ محمد عند جميع المفسر في وصفها في هيئتها نعم في هيئتها في طولها يخرج ثلثها يصل عنانا السماء لا تعرف مؤخرها من مقدمها هكذا قالوا كثيفة الشعر نعم بارك الله فيك وحوافلها كذا ووجهها كذا نحن لا نرتاح إلى مثل هذه الأوصاف التي وردت في أحاديث مضطربة الحديثان الوحيدان أو الحديثان الاثنان الصحيحان ورد في الإمام مسلم صحيح مسلم ماذا يتقل؟ ماذا يقول؟ يقول روى الإمام مسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها هذه طبعا آيات الكبرى نعم وخروج الدب على الناس فأيتهما كانت الأولى كانت الثانية عقبها أو كما قال الإمام يعني كانت الأخرى على إثرها قريبا بدون شرح في تفصيلها أين تخرج أين كذا أين هذا ما فيه نعم لا نستطيع أن نرغب هذا صحيح رواه الإمام مسلم في حديث آخر الحديث آخر معروف لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجود ومأجود وخروج إيسى بن مريم والدجال الحديث المشهور رواه الإمام مسلم طيب في قصة يقال بأن الصحابة في مرة من المرات ذهبوا في عرض البحر فتاه بهم السفينة فنزلوا على جزيرة فرأوا المسيح الدجال وهو مقيد بالأصفاد فقال له انظروا إلى هل هذا الحديث رواه الإمام مسلم أو المقاري ما عرف أنا أسأل وقال له انظروا إلى هناك فرأوا الدابة دابة فهرعوا والله هنا فيما اطلعت عليه بتوفيق من الله في تفسير التي تتحدث عن خروج الدابة معظم المفسرين يرتاحون لهذين الحديثين المرويين في كتاب صحيح مسلم توجد أحاديث أخرى لا نقول إنها ضعيفة أو واهية إنما هي مضطربة في الأساني على كل هذه هذا ليس موضوعنا نعم موضوعنا أن نفسر وجود هذه الآية وعلاقتها بالصورة صحيح بالفعل يزاك الله خير ويجب أن في مثل هذه الموضوعات أن تقفوا على الأحاديث الصحيحة لأن كثير من الأحاديث يعني مغلوطة أو منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعيفة أو غير ذلك فإما أن تكون صحيحة أو يصححها العلماء أو على الأقل يحسنوها أو غير ذلك نعم طيب الله سبحانه وتعالى يقول وإذا وقع القول وعليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وقال من الأرض فهي لا تنزل من السماء نعم ولا تأتي من غير الأرض وإنما هي من الأرض وردت أحاديث أنها تخرج من جبل الصفا في مكة في البلد الحرام إلى غير ذلك لكن نحن وقفنا على كل إن هي من الأرض ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون نعم بعد الدابة مباشرة انتقل إلى يوم الحشر خلاص الدابة بداية الحشر خلاص تمت علاقة هي علامة من علامات القيامة قبيل يوم القيامة كم تدوم سنة سهورا لا ندري لكن بعدها ما هدت لمجيء يوم القيامة فبدأ بمسهد من مساهدي الحشر اقرأ للآية ويوم نحشر ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون جميل هنا هذه الآية يقدر المفسرون إذ واذكر يعني واذكر يوم نحشر من كل أمة اذكر ذلك اليوم يا رسول الله يا محمد اذكره لقومك للذين يتلون القرآن ويوم نحشر من كل أمة ما تجي على الظرفية نعم هي الظرف لكن بفعل أنا أقصد يعني منصوبة على الظرفية ويوم كذا آه بعضهم قالها ذلك يعني كذبتم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم نعم هكذا يعني جيد ولو قلنا إذ أعجبتكم كثرتكم ولنقول واذكر يوم حنين أيضا جميلة فاذكر ذلك اليوم واضح يوم نحشر من كل فرقة من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا نعم الفوج هو المجموعة المجموعة بسيطة الجماعة الكبيرة الكبيرة حتى وردنا السؤال وسنجيب عنه إن شاء الله ما الفرق بين الفوج والجماعة والثلة والطائفة صحيح سنفرد له إن شاء الله فقط أقول لك الفوج هو الجماعة الكبيرة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا الفوج فهنا في الحشر نحشر من كل أمة فوجا من طبيعيضية كما تعرف من كل أمة من الأقوام السابقة فوجا ما صفة هذا الفوج ممن يكذب هذه بيانية ممن يكذب بآيات الله تبين أنهم كانوا من المكذبين ماذا يقع لهذا الفوج المكذب يوجه له سؤال توبيخي ما هو السؤال التوبيخي أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علم دقيقة ممن يكذب آياتهم فهم يوزعون فهم يوزعون قلنا بمنا فهم يحبسون يحبسوا أولهم ليلحق آخرهم هذا الدليل على الكثرة ليس فوج مكون من ألف أو ألفين فهم يوزعون يحبسوا أولهم حتى يلحق آخرهم حتى إذا جاءوا جاءوا ألا يذكرك هذا بشيء في بداية النمل أستاذ محمد حتى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واج النمل سبحان الله انظر إلى روعة البيان القرآن حتى إذا جاءوا قال أكذبتم يعني ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب آياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا يوزعون حتى إذا جاءوا في النمل يوزعون حتى إذا أتوا لماذا والله إتيان سليمان وجنوده بسيط يمشون على واد النمل أتوا لكن يوم القيامة أتوا أم جاءوا والله أنت تجيء إلى أمر عظيم المجيء فيه قوة وفيه شدة وما يأتي بعده أعظم لذلك انظر إلى النظم القرآني يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل يوزعون حتى إذا جاءوا والناس يقولون هذه متشابهات نعم متشابهات ولكن تحمل من المعاني ما تحمل سبحان الله المجيء عند الله لا نقول إتيان إنما نقول مجيء لأن ما بعده شديد نعم الله له المشيء المطلق يعبر جل جلاله ويصف وينزل من القرآن لكن هذا التعبير لفتني حتى إذا جاءوا نعم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون هذا استفهام إنكري توبيخي أكذبتم بآياتي هنا المعادل لهمزة التسوية هذه محذوف هو يقول أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا هم كذبوا ذكر الجهة الإيجابية التي تصفهم بالتكذيب وحذف المعادل المنفي النفي نعم واضح أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا هذه محذوفة هم في حقيقة كذبوا فذكر ما هو موجود أم ماذا كنتم تعمل أم انتقالية تكلمنا عليها أم منقطعة تفيدوا بل الإضرار الانتقالي كأنه يقول أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا هذه رقم واحد بل ماذا كنتم تعملون في حياتكم ودنيا حينما جاءتكم الآيات حينما جاءتكم ماذا كنتم ما وظيفتكم في الدنيا وظيفتكم أن تؤمنوا وأن تستمعوا للوعي ماذا كنتم تعملون سؤال انتقل من التوبيخ إلى التوبيخ لكن البداية وبخهم بالتكذيب وفي الثانية وبخهم بعدم العمل بما يرضي الله وعدم التصديق بالعقيدة الصحيحة و هذا السيد محمد و هذا مشهد من مشاهد يوم القيام و مشاهد يوم القيام في القرآن كثيرة بارك الله و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقع القول حق العذاب العذاب الذي كانوا يستعجلونه وقع حق عليهم العذاب المفسرون كلهم يقولون وقع القول أي حق عليهم العذاب نحن نقول نفس الكلام أيضا يرتبط بالقول السابق كانوا يستعجلون متى هذا العذاب وقع عليهم العذاب وقع عليهم ما كانوا يستعجلون نعم بارك الله فيك سبحان الله وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون بسبب ما ظلموا بما سببية بسبب ظلمهم فهم لا ينطقون ولا يملكون حجة يقدمونها بين ينطقون من النطق أم من التفكير لا من النطق فهم لا ينطقون وفي آيات أخرى لا يتكلمون أمام الله سبحانه وإلا من أذن له الرحمن يعني فهم لا ينأي أعوزتهم الحجة وغاب عنهم الدليل فلا يستطيعون أن يتحدثوا بكلمة وأن تنبس شفة أحدهم بكلمة واضح الذي أوقفني وحق عليهم القول بما ظلموا قبل أقل لما تحدثنا عن قوم قوم صالح يقول فتلك بيوته خاوية بما ظلموا بما ظلموا فلا تكون مثل قوم ثمود الذين كذبوا ووصفت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تداركوا أنفسكم الآن يوم القيامة يقول حق عليهم وقال بسبب ما ظلموا فهم لا ينطقون ولا يملكون جوابا سبحان الله طيب بعد ذلك طبعا يأتي على ذكر أو كأنه يوبخهم أكثر فيقول ألم يروا أن جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا أن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويأتي على قضية الصور وبعد ذلك طبعا بسهد من مشاهد يوم القيامة نعم بالفعل وتفصيل كثير في بعض المشاهد سوف يأتي ذكرها إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله انتهى وقت البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلت فضيلة الشيخ الدكتور وإن شاء الله الحلقة القادمة أعتقد أننا سوف نختم الحلقة تقريبا على سير الحلقات الماضية أعتقد أننا سوف نختم الصورة إن شاء الله وبعد ذلك نترك الفرصة أكثر لأخوة المشاهدين إن شاء الله لاستفساراتهم التي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني بريد البرنامج الإلكتروني يظهر على الشاشة طوال الحلقة وهو ظاهر كذلك الآن على الشاشة فبإمكانكم مشاركتنا من خلال أسئلتكم سواء في سورة النمل الإخواني أو حتى في غيرها من سور القرآن الكريم مما تحدثنا عنه أو مما سنتحدث عنه إن شاء الله فنشكركم جزيلا الشكر على متابعتكم لأن هذه الحلقة من برنامجكم في رحابي سورة وإلى الملتقى بحول الله شكرا لكم وهذه تحية من مخرج البرنامج أستاذ ماجد شوما السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة